ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت جنرال اكسرسيز استدريبات عامة ليه الصف السادس الابتدائي من كتاب المعاصر على وقت الكلمات ليه الوحدة السادسة الدرس التاني من كتاب المعاصر صفحة اربعة وعشرين بيقولنا سيركل اعمل دايرة ذا ادوارد حاول الكلمة المختلف انربلس ات وستبدلها وذا كوريكت وان بكلمة تانية تكون صحيحة فلوت الولفلوت او الناي باص اللي هو الاوتوبيس درام اللي هي الطابلة طيوبة اللي هي قالت الطيوبة يطرى من المختلف اللي هي باص ليه لان ذيت من وسائل النقل والباقي يعني ايه يعني آلات موسيقية عايزين نكتب آلة موسيقية نكتب آلة البيس اللي هي الآلة البيس اللي هي آلة من الآلات الموسيقية رقم اثنين ميك يصنع او يجعل بس اللي هي قالت البيس يتضرب يبقى من المختلف دي من الآلة من الآلات الموسيقية musical instrument طيب والبقى هنا verbs افعال in present في المضارع عايزين اي فعل في المضارع اي فعل نكتب مثلا ايه نكتب play رقم ثلاثة فلوت اللي هو الفلوت او الناي ready يجهز او يستعد quite هادئ sad سعيد يبقى عندي ready quite وساد يعني مستعد وهادئ وحزين بيكلها adjective صفات لكن فلوت ديت ايه musical instrument دي اهلة موسيقية طيب هنعمل ايه هنجيب احنا كمان اي صفة من الصفات ممكن نقول كيوت يعني جميل او جزاب رقم ثلاثة practice يتدرب read يقرأ violent اللي هي قلة violent او الكمان هفعين ده او يمتلك او يتناول يبقى المختلف violent اللي هي قلة من الادات الموسيقية والبقى دي افعال in present افعال في المضارع عايزين فعل في المضارع نجيب هنا مثلا ايه see yara رقم خمسة recorder اللي هي قلة recorder trompet 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 tabla bottle يعني زجاجة هي بقى bottle هي المختلفة والبقى musical instruments آلات موسيقية عايزين نكتب اي آلة من الآلات الموسيقية نكتب مسلا ايه قالت التيوبة تمام قالت الايه التيوبة بعد كده تجوز الخاص بين اختيرات وتجوز اختر the correct answer الاجابة الصحيحة تشوف كده اسئلة اختيرات اللي عندنا رقم واحد بيقول لي the no art is a musical instrument musical instrument يعني آلة موسيقية يا ترى ايه بقى اللي عندنا دول فيها آلة موسيقية tip يعني ايه يعني شريط ايه شريط لاصق ولا طب ولا تيوبة اللي هي قالت التيوبة ولا تيوب طبعا ايه تيوبة اللي هي دي من الآلات الموسيقية رقم اتنين I can see some musical instruments انا استطيع I can see some musical instruments استطيع ان ارى بعض الآلات الموسيقية انذا نقاط رو هنشوف الآلات الموسيقية في حجرة ايه موسيق حجرة الموسيقى ولا بطل اللي هي زجاجة ولا بوك كتاب ولا art اللي هو الفن او الرسم طبعا نشوفها في حجرة الايه في حجرة الموسيقى رقم ثلاثة she can blue that blue بمعنى ينفخ بستخدمها بمعنى ينفخ مع الآلات الموسيقية وبتكون بمعنى يهب مع الرياح تمام بننفخ بقى في ايه رامز هننفخ في الطبول ولا ترومبت اللي هي قالت الترومبت او البوك ولا بيانو اللي هو البيانو ولا اللي هي قالت الكمانية طرع ايه من آلات النفخ طبعا اهلة الترومبت هي ديلي من آلات النفخ رقم اربعة نقط اللي هو في الحفل الموسيقي أنا عندي هنا فيها الاس انا عندي الفعل بتاعي فيه الاس وي واي ويو التلاتة دولة بيجيلي معهم الفعل في المصدر الواحدة اللي بيجيلي معها الفعل فيه اس اللي هي ايه هي او شيئل او اي مفرد رقم خمسة بيقول لي ايه اي لايك بلينج ذا فيل انا بحب العصف على قالت الكمان نقط اي دون براكتس انوف عايز يقول لكن انا لم براكتس يعني يتضرب لكن انا لم اتضرب انوف يعني بشكل ايه بشكل كافي لكن ما بتضربش بشكل كافي بط بمعنى لكن ده الكلام ده في حالة التماكض تمام ولا ان ليا وا ولا سو ليا ذلك او لذلك ولا اور بمعنى او للاختيار ما بين اثنين طبعا عايز اقول ايه لكن انا لم اتضرب بشكل كافي انا بحب العصف على لكن ما بتضربش بشكل ايه كفائي انا اختار هنا بطل التناقض رقم ستة هي بلايز ذا هو يعزف ذا نقط سلولي سلولي يعني ببط هايزف على الحزاء ولا هاوس هيزف على المنزل ولا كار السيارة ولا درامز الطبول بيعزف ايه الوحيدة اللي بتعزف عليها اللي هي درامز الطبول دي الوحيدة اللي من قلات المسكير رقم سبعة بالامس هي نقط سيمبل السيمبل هي هي ايه ولا هو قال لي ايه قال لي يستر دي يستر دي ايه في الماضي كلمات ميدي على الماضي يبقى على طول بختار الفعل ومعايا التصريف التاني للفعل التصريف التاني من هي يبقى هنا المصدر ان الفعل مضاف للاس الكلام ده في حالة المضارق مع الفعل المفرد يبقى انا اخترت تصريف التاني على طول لان الجملة اساسا مبتحت فيها يستر دي في الماضي رقم 8 أختي نقطة يعني ايه للطبيب يستر دي بالامس يعني لان لان اللي هو اللي هو الام بالمعدة يبقى اخت عايزين نقول اخت عايزين تذهب للطبيب او زهبت للطبيب يستر دي بالامس عشان عندها الم بالمعدة انا بتكلم عن ايه بتكلم عن بالامس بالامس يبقى انا هختار هنا ايه هختار هنا جو الفعل في المصدر ولا وانت الفعل في الماضي ولا جوز في المضارة طالما عندي يستر دي لازم اخد الفاعل والتصريف التاني يبقى زهبت الى دكتور الطبيب بعد كده يجيب لي هنا صفحة 25 بيقول لي عشان تكون رقم واحد بمعنى فعلة كيف الطبول بمعنى يعزف طالما عندي ألمسيكية عزين نقول هنا ايه كيف عزف على الطول كيف هو عزف يبقى عندي اول حاجة كلمة الاستفهام وقادي الفاعل المساعد في الماضي وقادي الفاعل وقادي المصدر يبقى عندي هنا ترتيب السؤال كلمة الاستفهام والفاعل والمصدر يبقى عندي هقولها تاني هاو هاو هاي بلاي ووقت تكملة بتاعت اللي هي ذا درامز ذا درامز اللي هي الايه الطبول ومنساش علامة الاستفهام رقم اتنين ذاي هم وانت يريد توجيذر معن تو الى براكتس يتدرب تمام هم عايزين يتدربوا مع بعض هبدأ بي ذاي زي ما هو حاطط لتحتها خط كده بابدأ بي هيبقى ذاي يعني هم الفاعل الفاعل اللي عندي ايه وانت يعني يريد ذاي وانت تو يريدوا ان بعدها مين بعدها المصدر براكتس يتدربوا يريدوا ان يتدربوا ايه توجيذر معن توجيذر معن يولي اكتب من سبع جمل عن اللي هي الآلات الايه الآلات الموسيقية وده موجود عندي ومجاب عندي في نهاية الكتاب